السلام عليكم ومزال حديث مستمر عن التربية المنزلية ونحن النهاردة كنا نبص على فراخ بلد المشعر والفراخ ده هي تعمرها حوالي شهرين ويعني فيها مشكلتين المشكلة الاولى ان في فراخ كتا كمشانة حقناها مضاد بحي علشان المكان مكتوم والسقف معمول بالصال وما كانش فيه الباب ده برضو كان مقفول والدنيا مكتومة على الفراخ فبالتالي فيه فراخ صدرها بيشحر وكمان صدرها ناشف من الددان لان المكان بتاعها كان سيء وكمان يا جماعة من الافضل منبصش الاكل للفراخ بتاعتنا علشان البس ده هوت مش كويس بيخلي الاكل غير مشتصار للطيور والطيور زي ما شايفين هو بتنقر في الاكل الماشي فيه اللي على الارض وصيبه الاكل اللي هو المكسوس فيعني الزيارة دهية تعلمنا ان احنا لازم بذات احنا ندخلنا على حر جامد نفتح هوى للفراخ بتاعتنا علشان ابي حلوح شدهية بتتعب الجهاز التنفسي بتاع الفراخ وبتسبب ارتهاب رئوي والفرخ يموت مرة واحدة وكمان ابتداء من عمر 20 يوم نبدأ ننزل الفراخ دوى للددان اي دوى بطري للددان او بشري زي البندزول سطرات البفرازين كل الحاجات ده هيت كويسة علشان الاددان وكمان الريحة الوحشة والكثمة بتعمل زي الحاجة اسمها كوريزا نلاقي ان الفرخ عمالة تدمع او يعني تورم او تعمل تجبونات كل الحاجات ده هيت بسبب ريحة الوحشة فالتهوية او دخول الهوى المقي الهوى يعني الهوى دخول الهوى لمكان التربية ده من عوامل نجاح التربية وبيخلي الفرخ بتاعنا بيجبر وما بيكونش فيه اي مشاكل مع نظافة المكان فصول المكان عندنا يعني زون شايفين الارضية عليها بصوا تفحر كده تطلع طبعا دوت يعني غلط لابد ان دوت يزال والمكان يطخر ويبقى انضف من كده شوية علشان الفراخ بتاعتنا تكبر ويتبقى صحتها كويسة فلابد من يعني تلاشي الاخطاء ده هيت في التربية واحد نظافة المكان اتنين تنظيف وزالة السابلة اسبوعيا اربعة دخول الهوى النظيف بالقدر اللي ما يخليش في ريحة وحشة او اي مشاكل تحصل الفراخ مع تقديم ماء نظيف وعدم بس الاكل او وضع مية على الاكل علشان يعني الدنيا تبقى ماشية تمام وما فيش اي مشاكل في الفراخ بتاعتنا شكرا لحضراتكم وان شاء الله مستمرين في الحديث عن اي معلومة في حضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم